سلام لبنات كديرين لبس عليكم أمركم مزيانة صحيح تكم لا بس تنتمنى تكونوا كاملين باخر على خير وتكونوا في أحسن الأحوال ومعاكم رابعة في فيديو جديد واليوم شاء الله هالبنات في هذا الفيديو جبليكم واحد المحبة جنونية واحد تهيج واعر 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 بسف 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 بصورة ديال الشخص المطلوب يعني الشخص اللي عندك مع العلاقة ولا اللي بغيتي تخدمي ليه زوجك ولا حبيبك ولا طليقك ولا مهم كلها وحدة عارفة من غدا تدير الوصفة وصفة خاطيرة البنات ديروها بعينكم مغمضين والله العظيم كتعطي واحد نتيجة اللي عتصدمكم وعتبهركم البنات والطريقة ديالها ساهلة وما فيها شي حاجة اللي صعيبة هاد الوصفة هادية البنات تدير من الخميس للخميس يعني تديروها كل خميس ومن حدكم تديروها وهي كتزيد في المفعول ديالها نهار على نهار كتحسوا بواحد المحبة كتزيد حتى كتولي جنونية وانا متأكدة انا عتصدق معاكم عتقوا تديروها كل خميس وعتولي معتمدة عندكم كل خميس وطريقة ديالها ساهلة تبعوا معي الفيديو وما تنسوش اللايك وبرتاج والتعاليق لغزالة ديالكم كيف العادة بالنسبة للرقم ديال الواتساب واللي عيتلع قدامكم في الفيديو وماشي في التعاليق قبل ما نطول عليكم حبيباتي شنو تديرو في هاد الوصفة اول حاجة تديروها انكم كتكونوا ما لابسين تشي حاجة ما لابس داخلية ما لابسين هاش تتلبسوا فقط شي بيجاما ولاشق الشابة اللي طويلة وواسعة وتتشدو صورة ديال الشخص تدهنوها من الوجه ديالها بالعسل من الاحسن يكون حر وليكون نوع زوين يعني ما يكونش ديال السكاري لا لقيتو ما لقيتوش ديرو عسل عادي ديال السكار تتشدو ذاك العسل كتدهنو في الصورة كتلسقو الصورة على الفرج ديالكم يعني كتلسقوه في المنطقة الحساسة مباشرة ومني كتلسقو الصورة بالعسل كتلسقوها في المنطقة الحساسة او الفرج ديالكم تتشاعلو تجيبو مجامر صغور ولا مباخرة صغورة وتديرو فيها واحد طريف ديال ام الناس ام الناس معروفة وموجودة عند العشابة وعند العطارة كاملين تتاخدو غير واحد طريف تديروها في المجامر كتشاعلو مجامر وكتشاعلو مباخرة وكتديروها وكتحطوها بين رجليكم وكتخليو الدخان ديال ام الناس كيطلع على الصورة حتى يحبس الدخان اللي كيحبس الدخان صافي كتزولوها وكتهزوها ديك الصورة وكتخبيوها بهدك العسيلة ديالة كتكونوا دايرين غير شوية ديال العسل لبنت باش تلسق ماشي تسمعو العسل وتترقرقوها بالعسل اللي نقيطة ديك النقيطة باش كتلسقو صافي ومني كتكملو كتحيدوها وكتخبيوها ديروها في بلاستيكة بيضة ولاش بواطة وخبيوها سيمانة جاية يعني الخميسة جاي نفس الشي كتجبدو الصورة وكتوليو تديرو بيها نفس الخدمة يعني كتشدوها وتدهنوها بعسيلة وتلسقوها وتبخروها بأم الناس في نفس المنطقة وبين رجليكم كتديرو هذيك المباخرة ولدك البنات اللي ما عندهم مش الفاخر والمجمر ودك شي تقدروا تديرو غير تبايصيل وتديرو في هذيك الجمرة ديال الشيشة وتحطو فوقها ترايف ديال أم الناس ويطلع الدخان يعني هده واللي مهم وتقدروا تشعلو غير أم الناس بوحدة تشعلوها بالبريكة ولا في البوطة وتحطوها في طبيصيل المهم توما تصرفوا المهم هو الدخان ديال أم الناس ويطلع ليكم على بين رجليكم على هذيك الصورة ديال الشخص المطلوب والله العظيم محبة غزالة وتهييج كتعطي واحد تهييج ووعر ولو بالقراية ولو ما فيهاش العزيمة غير بالتأثير ديال دخان تاع أم الناس أم الناس راها غنية للتعريف كتعطي واحد المفعول غزال منقوش لكم البنات حاولوا 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 تديروا هاد الوصفة هادي راها غد نفعكم وهاد شي اللي كاين ولو يكون مخاصم معاك ولا بعيد عليك ولا غضبان ولا عانيد ديريليه هاد الوصفة هادي يعني مشي غير اللي علاقتك معاه وحتى اللي بارد من جيتك يعني الرجال المرأة اللي راجلها ولا حبيب ديالها عنده برود من جيتها لا في المشاعر لا في العلاقة لا في أي حاجة تدير لي هاد الوصفة هادي وتفكرني عليها وهاد شي اللي كاين البنات في هاد الفيديو وشكرا لكم بسف سف للتفاعل للتتبع ديالكم تنحمق عليكم كاملين وما تنسونيش هالبنات تكترو حاولوا تكترو اللايكات باش تجعوني نجيب ليكم المجربات ديال الوصفات وهدا ما كان بوسة كبيرة نطلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله